الشهوات الروحية الـ desires دي صوتها عالي الشهوات دي بتزقك لدرجة ممكن واحد جعان يسرع عشان من شدة جوعه واضح انه الكتاب لم يتجاهل وجود الشهوات دي بس قال لنا قعدة ان عيشتم حسب الجسد ستموتون لو عيشتوا حسب الجسد يعني متساء بس بأكل وشرب وكده اخرت يا هاموت عشان كده انجيل يوم الحد الاسبوع الاولاني كله مركز على الحتة دي لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأكساتكم بما تلبسون هذه كلها ايه تطلبها الامم يعني فرقتوا ايه عن ولاد الدنيا لو هتفكروا تاكلوا ايه وتشربوا ايه وتلبسوا ايه ما فرقتوش حكا وبعدها يقول لا تهتموا للغد يبقى برضو دي اهتمامات الاهتمامات طلعة من شهوات دايما الشهوة تخلق اهتمام زي ما واحدة فيكو بتيجي تعمل الاكل بقى مهتمة عسان جزه يعني مزاجه في الاكل فلازم هي تعمله اكل كويس فالشهوة تخلق اهتمام والاهتمام يحدد نوع الانسان ان كان جزداني ولا روحاني اهتماماته روحية يبقى تبع ربان اهتماماته جسدية يبقى لسه مطفطة مش من الجسد حتى لو متعمت زينا يبقى لسه مجدود للدنيا يبقى لسه متعطل عن الانطلاق يبقى محتاج الصوم وفكر الصوم وجهد الصوم عشان يتحرك من الجسد في اتجاه الروح هاخد معاكم النص اللي علينا حفظ اللي هو من اشعية 26 وسميناه تجعل لنا سلاما لان كلنا عندنا شهوة سلام ولو على المستوى النفس قبل ما اقرأ النص بس عاوز اقول لكم انتو ناس ده كترة وفاهمين شوية في علم النفس علم النفس احد نظرياته بتقول في حاجتين basic needs كده او احتياجات او اهتمامات نفسية عند كل البشر بتحرك سلوكيات كل البشر شهوة الحب او احتياج للحب وشهوة الامان او احتياج للامان والاتنين مع بعض دول تقريبا اكتر حاجتين صوتهم عالي في البني اده لما بيبقى insecure ما عندوش امان تلاقيه بقى عصبي تلاقيه قلقان تلاقيه مش عارف في نام تلاقيه كره الدنيا تلاقيه تلاقيه كل ده out of insecurity ما عندوش امان ولو جعان حب تلاقيه كئيب تلاقيه مش عارف في حب الناس تلاقيه اناني لانه جعان حب ولو الانسان شبع حب وشبع امان يوصل لكلمة الزهبية الجميلة اللي اسمها ايه سلام اولا تاني لو الانسان شبع حب وشبع امان يوصل للسلام فكل الناس بدون استثناء تبحث عن الحب وتبحث عن الامان بحثا عن السلام فهمنا كل الناس بدون استثناء تبحث عن الحب وتبحث عن الأمان بحثا عن السلام وأغلب الناس مش طيلة ليه بتلاقي حب مخشوش وتلاقي أمان مضروب فالسلام في الآخر مزيف وده التعبير اللي هنسمعه في السامرية من يشرب من هذا الماء الماء دي اللي هي حب الدنيا وأمان الدنيا ما يجيبش سلام تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا ليحفروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا تضبطوا ماء ناس عمالها تحفر في أبيار السبير ما بيطلعش مية مجبعة تعالوا نبص نص الجميل ده اللي قاله أشعية وهو يرى شعب العهد الجديد أشعية كان يتنبأ وربنا كشف له وقعنا احنا احنا يبتو عهد جديد يبتو الروح القدس احنا عهد النعمة صيرنا أواني لروح الله مفروض نبقى عايشين بالضبط الفورمال اللي ربنا كان عاوزها مننا الشبع بقى فبيقول في ذلك اليوم دايما ذلك اليوم إشارة إلى العهد الجديد يغنى بهذه الأغنية الأغنية في أرض يهوزة لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومترسة هقرأه وبعدين أشرح افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البار الحافظة الأمانة ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل توكله على الرب إلى الأبد لأن في ياه ياه هو يهوة يعني في اسم ربنا بس ياه الرب سخر الدهور لأنه يخفض سكان العلاء يضع القرية المرتفعة يضعها إلى الأرض يلصقها بالتراب بداية الكلام يقول في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوزة لنا مدينة قوية إيه بقى المدينة القوية مسيح هو يتحاكم المملكتي ليست من هذا العالم أنا ملياش بلد قالوا له أنت مالك أيو مالك بس أنا مملكتي مش زمن تفاكر مش مدينة على الأرض ولا مملكة عادية أنا مملكتي دي حاجة تاني خالص هي مدينة قوية اللي هي كنيسة بقى اللي هي أولو بولاده فالكنيسة مدينة قوية ليه؟ الكنيسة كما قصدها المسيح تشبع احتياجنا للحب وللسلام وده اللي هندرسه في المؤتمر لو الكنيسة مشي صح قوي زي ما المسيح قصدها كلنا هنشتهي نيجي الكنيسة ونقول مسكنك محبوبة تشطاق وتزوب نفس ليه؟ هناك الأمان وهناك الحب وهناك السلام وفعلا الشخص الروحاني اللي يحب الكنيسة يحسه ما قدرش يعيش من غير كنيسة أبدا كنيسة بالنسبة له مصدر الحب والأمان وبالتالي مصدر السلام فبيقول لنا مدينة قوية يبقى السلام هو العملة اللي نزل من السماء للأرض عبورا بالكنيسة عشان كده تلاحظوا كنيستنا وهي بتصلي دايما تقول الايه السلام لجميعكم أكتر كلمة يقولها الكاهن إيريني باصي ومسلا في أول صلاة الصلح يقول ايه عساكر الملاء بعتلنا السلام الذي من السماء هذا الذي أجناده الملائكة تسبحها قائلين مجد الله وعلى الأرض السلام فين السلام على الأرض ما فيش سلام خالص إلا في الكنيسة مفروض كده لأنها مدينة قوية لأنها مدينة الملك العظيم لأنها بيت ربنا ملك السلام فأول معنى مهم يا حبائي هل انت مستمتع بسلامك جوة كنيسة هل انت بتيجي الكنيسة وانت مشتاق نقصك حب بتيجي تصلي قداس تطلع شبعان حب هل انت نقصك أمان من قولة الفلوس قليلة ومشاكل الناس وتدخل الكنيسة يجي لك الأمان فيطلع عندك سلام ولا انت مش حاسس ان لك مدينة قوية يجعل الخلاص أصوارا ومترسا تعبير جميل أو كانت المدن زمان عشان يتقال عليها مدينة حصينة لازم يبقالها صورة عالية ومترسا مترسا يعني عساكر والأصوار نفسها ليه أبواب متروسة يعني فيها معنى المترسا يعني جيش وكمان الأبواب مش ممكن اقتحمها الكنيسة فيها أصوار تمثل التعليم وفيها مترسة تمثل الأسرار كنستنا الأرثوذكسية بالذات مبنية على الفكرتين دول التعليم النقي اللي استلمنا من أباء الكنيسة في 2000 سنة وحياة الأسرار المعمودية والاعتراف والتناول ومسحة المرضى دي غنى الكنيسة فالخلاص بالنسبة لنا ايه؟ هو تعليم مستقيم يغزينا يشبعنا لبن عقلي عديم الغش ومترسة من الأسرار تغزينا روحيا فيبقى عندنا مدينة قوية وخلاص له أصوار وبعدين يقول افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة لحافظة الأمانة افتحوا الأبواب ده بيخاطب السماء يعني ايه؟ يلا يا ملايكة افتحوا باب للكنيسة ما الكنيسة احنا جيل قاعدين بعد مئة سنة هيكونوا فتحوا لنا الباب ودخلنا من الكنيسة على السماء فكل اللي طالع من الكنيسة بتتفتح له الأبواب للأمة البارة الحافظة الأمانة يعني المستقيمة الملتزمة بالإيمان المستقيم والأمانة يا حبائي حتى كانوا زمان الكتب الأديمة ما يقولوش قانون الإيمان يسموها الأمانة الأرثوذكسية لو تاخدوا بالك كتب الأديمة لسه بتكتبها كتب الأمانة الأرثوذكسية معناها الإيمان المستقيم الحافظة الأمانة كنستنا حافظة الأمانة في وديع حطوها الرسل محافظين عليه تسليم زي ما اخدناه بنسلمه لعيالنا ما بنلخبطش فيه وبنغير فيه وده اللي مكمل معنا ده اللي بيتفتح له الباب في الأخر زر رأي الممكن تحفظه سالما سالما أنا حبيت أحطلكوا الترجمة عشان تشوفوا سالما دي مقصود بها إيه إن بيرفكت بيس يعني عنده سلام عشر على عشر ده مين بقى ده اللي إيمانه مستقيم ده اللي حافظ الأمانة ده صاحب الرأي الممكن ده اللي عليك يا رب متوكل يعني إيه بصوا تاني أرجع للفكرتين اللي ابتدت بيهم الاحتياج للحب والاحتياج إلى الأمان يعطي سلام الأمان والحب يشبعوا بالمسيح وتشبع بالمسيح في كنسته في بيته تشبع في الصلاة تشبع في إنجيل تشبع في تعليم تشبع في اعتراف تشبع في تناول بس انت شبعان بربنا مصدر الحب ومصدر الأمان فبيقول هذا الذي له الرأي الممكن يعني البني آدم اللي فهمها صح وعايشها صح ودماغه متزبطة صح ومستقيم في حياته يدخل الكنيسة كأنها أهم من بيته مكانها في حياته كبير أوي تحفظه سالما العالم كله الآن وهو مزاج perfect peace لأنه عليك متوكل أي هام بيدخل يحطه ويدلقه على المسبح ويمشي يدلقه قدام أيقونة العدرة ويمشي يحطه في شمعة ويلاحة ويمشي هو مبسوط عنده سلام عجيب توكله على الرب إلى الأبد لأن فيه ياه وياه كتب في العبري ياهوة أو ياه بالكابيتل يعني الرب صخر الظهور يبقى هنا السؤال الأساسي أحبائي هي دماغك فين؟ هل دماغك في حب المسيح ليك؟ أو دماغك في أمان المسيح ليك؟ هتبقى أروأ وأسعد إنسان في الدنيا؟ المشكلة دايما هنا الرأي أو المايند حتى من الترجمة مايند مش أيضية يعني إدماغك متركبة إزاي؟ بتفكر في الدنيا إزاي؟ حاسس الفلوس هي الأمان يبقى أنت لمؤغزة مغفل زي كل البشر هتفضل طول عمرك تعبان حاسس إن الجواز هيشبعك بكل الحب هتاخد أكبر مقلب في حياتك فاكر إن العيال هم دول اللي هيدو لك استقرار وستيسفاكشن مبيعملوش حاجة زي كده خليك ضبط دماغك صح دماغك تتضبط على إيه؟ هو الوحده مصدر أماني مصدر سلامي مصدر حبي مش عاوز غيره فاللي يسبع بربنا يبقى عنده كل الحب وكل الأمان ويبقى عنده سلام فوق أي إنسان كلمة اللي اتكال بتتكرر هنا في النص بصوا عليك متوكل توكلوا على الرب يعني هو بيكلم عن شخص عايش صح فبيقول لبقية الناس يلا بقى الدور عليكم مديكم شفتوا اللي قابلنا عملوا ازاي؟ عاشوا ازاي؟ عارفوا يتكلوا على ربنا وقضوا أيامهم في سلام وطلعوا من السلام على السلام الأبدي في أحلى من كده عيشة أنتو كمان توكلوا على الرب لأن فيه في ياهو صخر الظهور يعني إيه؟ أنت هتحط رجلك على إيه؟ على حاجة بتتمرجح بس تحط رجلك على صخرة صخرة خلاص لما تبقى الموجة عالية تخافص تعملك إيه الموجة وانت على صخرة عالية فإحساسك أنك واقف على صخرة الصخرة أقوى من البحر بعد كده يكمل ويقول إيه؟ لأنه يخفض سكان العلاء يضع القرية المرتفعة يضعها على الأرض يلصقها بالطراب تدوسها الرجل رجلة البائس أقدام المساكين يعني إيه؟ في الوقت اللي الناس متكل على ربنا وشبعانا بربنا تسبيح وألحان ومزمير وأنجيل وخدمة وعياته كلها في الكنيسة فيه بقى سكان العلاء اللي هم إيه؟ البهوات اللي في الدنيا اللي بيفتخر بإنجازاته وبيفتخر بعلمه وبيفتخر بعربيته وبيفتخر بفلوسه يخفضهم كل دول هينزلوا لتحت يضعهم إلى الأرض يلزقهم بالطراب دي السكة التانية ففكرين شهوات جسد وشهوات روح كل اللي بيفتخروا بشهوات الجسد أخرتهم يتلزقوا في الأرض أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتوضع نفس المعنى القرية المتفعة اللي هي العالم اللي حوالينا إيه هي القرية المرتفعة كل الناس اللي بعيد عن ربنا يرتفعون بدمخهم يترفعون يعني فكرين نفسهم ما يعيشوا على طول فكرين نفسهم سعدة فكرين نفسهم فلوسهم بتدي حب وأمان وسلام هيلزقوا في التراب مصيرها الدوس يعني إيه تدوسها الرجل رجل البائس يعني الغالبان ده اللي بيمشي حافي بيدوس على التراب على فكرة التراب اللي بيدوس عليه من ألف سنة مش بعيد كانت مطرح التراب ده بقايا جسس الناس اللي كانت طلعة فيها وبتفتخر مش في الآخر كله بيبقى تراب فإحنا ماشيين على التراب يعني ماشيين على بقايا الجنريشنز اللي قابلينا اللي فضلوا فكرين روحهم هيعيشوا على طول أقدام المساكين وكأن المساكين ربنا يرفعهم هما اللي يتباهوا بالخير وبالفرح هما اللي عندهم سلام بجد في الوقت اللي الأشرار ينزلوا للأرض أدخل على الحتة بقى اللي تبين فكرة الشهوة بشكل صريح مين بقى اللي عارف يدوء السلام ده تجعل لنا سلاما أو سالما سالما لأنه عليك متوكل مين اللي مستطعم الحب الإلهي والأمان الإلهي طول الوقت يقول طريق الصديق استقامه هي نفس فكرة الرأي الممكن نفس فكرة الأورثودوكسي يعني الشخص المستقيم في حياته في منهجه في إيمانه في عباده تمهد أيها المستقيم سبيل الصديق ففي طريق أحكامك يا رب انتظرناك معناه إيه يا حبائي معناه الإنسان المستقيم مرتب يومه مضبط خطوته أنا هصلي إمتى ده أهم سؤال هروح الكنيسة إمتى ده أهم سؤال هنصلي الأدس إمتى بعد كده نركب اليوم عليه الخدمة معدها إمتى بعد كده نركب اللي أسبوع عليه طريق مستقيم يمهد سبيل الصديق يعني إيه بيرت بروحه الأول ربنا فين والكنيسة فين وشبعي أنا الروحي إيه وبعد كده نحط أكله وشربه وشغله وعيال نحط أي حاجة بعد كده فكرة الأولوية يعني ففي طريق أحكامك يا رب انتظرناك يعني وأنا بعمل العمل الروحي طريق أحكامك دي زي الممارسات الروحية وإنت بتقرأ الإنجيل مستني ربنا يكلمك وإنت وعب بتصلي الأجبية مستني ربنا يحرك قلبك وإنت نازل خدمة في قرية مستني تشوف المسيح بعينيك في طريق أحكامك انتظرناك يعني أنا متفق قبلك في سكتك قبلك برا السكة ليه إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس يبقى وأنا بقضيها خدمة وبقروح الكنيسة وبقروح العيادة إنما في الآخر حاجة ما بتقفش جوايا أبدا اسمك ذكرك واسمك هو شهوة النفس يبقى هنا شهوة النفس إيه إنها تقول يا رب يسوع ياه ياه الاسم القديم أصبح ياسوع ما هي ياه سوع أصلاها كده أنتم عارفين كده ياه سوع ياه الله سوع يعني مخلصي فيه انضفع لها في العادة الجديدة سوع بس شوع أو سوع لكن هي لسه ياه اللي هي يهوة أو اختصار يهوة كان ياه فأغلب الأسماء العبرية يأم اليه في الأول يأم اليه في الآخر أشعي ياه أرمي ياه أو يه 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 كل اسم ربنا كتير موسم الصوم هو أكتر موسم تنادي ربنا طول الوقت تصحى عليه وتنام عليه اسم ربنا ده يبقى لزقة في لسانك لزمة لأنه مش عاوز تلزق في الأرض في الآخر تتعاوز تلزق في السماء فأصبح شهوة النفس تعبير جميل قوي بنفس الرغبة اللي بتبقى عندك وانت راجع بيتك جعان بتفتح التلاجة الرغبة اللي عندك وانت بتفتح عينك عشان تقول يا رب يسوع نفس الغيرة نفس الحماس نفس الجوع طوبة للجيع والعطاش إيه لربير أرجع تاني وأقول كل ده يقول سالماً سالماً بمعنى لو أنا عرفت أقول اسم ربنا كتير هوصل للصمرة الحلوة اللي اسمها السلام كلنا نفسنا يبقى عندنا سلام أكتر من كده وقولنا السلام مش هيجي غير لمشبع حب واشبع أمان طب مين يجب لي الأمان والحب في الزمن ده اسم ربنا وبالتالي أنا فهمت خلاص اسمك حلو ومبارك في أفواه صدق قديسيك بصو يكمل بقى على حكاية اسم ربنا كأنه لقى مفتح الكنز عرف بالزبط طريق السلام فقال بنفسي اشتهيتك في الليل أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر هذا كلام أشعيع النبي ده الحفظ اللي علينا لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل يرحم المنافق ولا يتعلم العدل في أرض الاستقامة يصنع شرا ولا يرى جلال الرب يا رب ارتفعت يدك ولا يرون يرون ويخزون من الغيرة على الشعب وتأكلهم نار أعدائك يعني إيه خلينا في الجزء الأولان بنفسي اشتهيتك في الليل أو واضح أن احنا بنتكلم في الشهوات تصور أنك تصحف نص الليل عطصان لرب هنا مش عطصان تشرب ماء وده سر صلاة نص الليل قوم ويا بني النور لنسبح رب القوات احنا مش ولاد الظلمة مش ولاد الجسد فإنك أنت تكسر الليل عشان تصحف أتكلم ربنا كلمتين عن شهوة عن اشتياق بنفسي اشتهيتك في الليل وبروحي في داخلي إليك أبتكر أبتكر يعني أبكر يعني أول مصحف أدري برضو أكتر حاجة شغلاني أصال لي صلاة باكر أو أنادي عليك يا رب بأي طريقة يبقى منهك صلاة نص الليل ومنهك صلاة باكر ده من الكتاب المقدس والموضوع مش واجب بنعمله دي شهوة سهوة اللي تعودوا عليها خلاص ما يقدرش يبتدي يوما ومن غير صلاة باكر مثلا اللي تعود يصهر بالليل أو يصلي ولو دقايق خلاص الحكاية برمجت جواه فأصبحت جواه شهوة تعود عليه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل يعني العارفين لو إحنا عايشين عيشة زي كده لو كلنا بنشتهي اسم ربنا وبنشتهي سلام ربنا وعايشين سبعانين بحب ربنا كل العالم يبص علينا ويقول أنتوا عاملين كده ازاي احنا عاوزين نبقى زيكم فيتعلم المسكونة العدل العدل هنا بمعنى الحقيقي يعني الناس كلها تعرف الحقيقة أن الماء اللي برها دي مخشوش والعيشة اللي برها دي كلها لا فيها سلام ولا أمان ولا حب ولا عاجل لكن احنا اللي مش ماشيين في أحكامه صح في البرنامج اللي هو عاوزوا لنا صح مش عايشين العيشة المزبوطة قوي اللي كلها شهوة اسم ربنا شهوة صلب ربنا يعمل يبقى عاوز يرجع الناس كلها للخط المستقيم يقول يرحم المنافق ولا يتعلم العدل في أرض الاستقامة يعني ربنا باله طويل ساكت على المنافقين بيرحمهم بيسمحهم بيفوت لهم على أمل يتعلمون العدل لكن ايه يصنعوا شرا ولا يرى جلال الرب يعني الناس برضو تفضل ايه تكتشف ان الفلوس ما جابتش سلام تقوم تعمل ايه تحوش اكتر يا عم انت مغفل ما انت بقى لك كذا سنة جبت فلوس وفي الاخر النكت كله تحلها ازاي دي يوم يحوش اكتر ويتخانق اكتر واحد عايش لشهواته الجسدية اكتشف انها ما بتديش راحة بال ولا سلام ولا امان ولا اي حاك يقوم يضاعف يزود فيتعلم المنافق ولا يرى يعني ايه مهما شايف ما بيشوفش يعني النتيجة واضحة مش محتاجة حد يشرحها بس الناس مش رادية تفهم فبيقول ايه ارتفعت يدك ولا يرون يعني ايدك واضحة ايدك عالصليب بتقول تعالوا انا هشبعكم تعالوا انا هديكم انا هديكم من عندي سلام هديكم من عندي حب تروحوا تشحتوا برا ليه ده انتوا ولادي ده انا مصدر كل حب فارتفعت يدك ولا يرون مش عاوزين يشوفوا يخزون من الغيرة على الشعب وتأكلهم نار اعدائك في الاخر هيجي الهلاك ويجي الغضب الالهي لان الناس دي معرفتش تشوف ربنا اختم بقى الجزء ده يور ايه يا رب تجعل لنا سلاما يبقى واضح ان الجزء بيتكلم عن فكرتين كبار سلام مرتبط بشهوة النفس او سلام مرتبط باسم ربنا هسوعك انا بس عاوزة اطلعكو غير بالكلمتين دول اول ما تلاقي نفسك نقصك سلام وتقريبا انت كده 24 ساعة يعني يبقى العلاج ايه يديها مئة مرة صلات يسوع مئتين مرة ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك نادي بس اسم ربنا اعد نادي عليه كده وانت بتنادي عليه في نقطة مية حلوة نزلة في قلبك كده بتروي العطسان في زرعة جميل عملة تطلع جواك لكن عملت فكر عملة يهي التفكير يعني القلق يجيب تفكير والتفكير يجيب قلق وانت عملت اختص لتحت ببلعة مليهاش قرار الموضوع ابسط من كده حبيبي وقف ده كله يا رب يا رب يسوع ملياش غيرك اسمك حلو يا رب هبضل انادي عليك يا رب تجعل لنا سلاما يعني احنا بقى غير دول كلهم احنا شفنا وعارفين انت مدينا سلام لان كل اعمالنا صنعتها لنا ما قدتش حطها غير في الصيغة دي اخر دلع يعني ايه كل اعمالنا صنعتها لنا مرة شفت منزل انا حكيته مرة كنت بجيب بنتي من حضانة من زمان يعني وبعدين لقيت رجل كبير جده بقى مش بابا يعني جايب ياخد استلم طفل فالطفل طالع من الحضانة عمل نفسه تعبان ومرهق ومعاه شنطة بتاعت يعني ما تجيبش ربع كيلو طبعا ولا حاجة يا جده شيل الشنطة فطبعا جده قلبه وقع شال الشنط وبعدين بصله كده قال له وانا فاهمين وجده طبعا ما صدق شيله الحقيقة وربنا جده ربنا ما عندوش مسكلة خالص تدلع عليه كل اعمالنا صنعتها لنا حطها بقى تحت في كل حتة كده كل اعمالنا يعني حتى الشغل الطبي اه بيعمله والخدمة كلها عليه وحياتك وبيتك وعيالك وفلوسك ومستعبالك واللي فات واللي جاي كل اعمالنا صنعتها لنا ده مين اللي عايش المعنى ده مين اللي مستطعمه اللي طول النهار يقول ايه يا رب يسوع اللي اليك ابتكر وبنفسي اشتهيتك في الليل وعايش قصة حب كده الى ذكرك شهوة النفس تجعل لنا سلاما انا ععد اقول يا رب يسوع وانت تشيل وانا بقى اخر رواءان وسلام ايها الرب الهنا قد استولى علينا سادة سواك يعني ايه بالضبط بيوصفنا على فكرة اتسرقنا منك يا رب جات الفلوس خدتنا منك وتسيدت علينا وبقينا عبيد فلوس جات تليفزيون صار سيدا علينا استولى علينا سادة غيرك انما احنا مش هنسلم هنرجعلك وقت بقى انت السيد الوحيد ومن اعرفش غيرك وبك وحدك نذكر اسمك يعني حتى ان انا فتكرك اقولك ساعدني فتكرك حتى عشان انادي على اسمك بك فيا رب صلاة يسوع مش عارف اعملها ممكن تخليني انادي عليك ماشي ما كل اعمالنا سنعطها لنا فبك وحدك نذكر اسمك يبقى ذكر الاسم اللي هو مفتاح السلام اللي يشبعك بالحب والامان حتى دا تاخده نعمة لو انت فاهم ربنا وتنادي عليه يعني عاوز يقول مع كل العز اللي احنا بندوقه ده نرجع تاني نسلم الراية لسادة سواك ونطرك نفسنا لسادة غيرك يقول هم اموات لا يحيون اخيه لا لا تقوم دا عسادة بقى يعني يقلمشوا على الفلوس ولا المراكز ولا الجسد ولا الكلام ده اموات خيالات خيال ما تصدقون فعلا اوصف جميلة بيوصفها اشعية لذلك عقبت واهلكتهم وابدت كل ذكرهم فين العزمة فين الاباطرة فين الاغنية فين اللي كانوا كتير فين اللي طبخوا كتير فين اللي عاشوا الاجسادهم يبشرون بالزنا خيالات عقبتهم واهلكتهم اما احنا بقى يا رب زدت الامة يعني من مجد الى مجد احنا ككنيسة عملت ازداد سلام عملت اشبع اكتر زدت الامة تمجت وسعت كل اطراف الارض يعني الكنيسة عمالة توسع عشان تلتهم العالم كله عاوزة الكنيسة تعلم العالم كله تعالوا دوقوا السلام بتاعنا تعالوا نادوا على الاسم الحلو اللي عندنا تعالوا اشربوا من غير ما تدفعوا فلوس كله بغير فلوس واشربوا مية حلوة من غير فلوس يا رب في الضيق طلبوك سكبوا مخافة عند تأديبك اياهو يعني اضطريت يا رب تشد عن الناس اللي مش رادية ترجع دي فرجعوا افتكروك وقالوا لك طب يا رب ارحم طب كويس سكبوا مخافة عند تأديبك يعني لما قدبتهم ابتدوا يفتكروا يرجعوا لك انتو حبيب عاوزين تستنوا لما تيجي عصد تأديب عشان نقول يا رب يسوع تم نقولها من غير تأديب يبقى هنا نهاية الشر والاشرار اتساع الملكوت على الارض والتأديب طريق التوبة كما ان الحبلة التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ في مخاضها هكذا كنا قدامك يا رب حبلنا تلوينا كأننا ولدنا ريحا لم نصنعوا خلاصا في الارض ولم يسقط سكان المسكونة تحيى أمواتك تقوم الجثس استيقظوا ترنموا يا سكان التراب لأن طلوا كطل الأعشاب والأرض تسقط الأخيلة معلش فصرها بسرعة لأنها مس موضوعنا دلوقتي يعني الإنسان العمال ياخد من الدنيا مية الدنيا وعاوز غنى الدنيا وكرامة الدنيا زي الحبلة اللي تتلوى وفي الآخر يطلع شوية هوا ما يطلعش سمر ما يطلعش جنين حي ما فيش حياة حقيقية فالحياة كلها زي واحد قال لي إن اكتشفت إن أنا معاستش بس أنا بقيت 70 سنة بس أنا اكتشفت إن أنا معاستش أنا عربت أموت وأنا معاستش قلت له ليه قال لي عشان كنت طول حياتي شغل طول حياتي عاوز فلوس طول حياتي بعمل بعمل إنجازات بس أنا عاوز أعيد من الأول قلت له مش هينفع أنا أعيد من الأول بس خلينا نلحق الآخر فهو ده تلوينا حبلنا ولكننا ولدنا ريحا تحيا أموتك يعني حتى دول ليهم بقى ايه توبة تقوم الجثس يعني حتى لو وصلت للموت الخطية لا فيه إيامة بس إيامة بإيه بإسم ربنا يسوع تعال نقول يا ربي يسوع المسيح تقوم من الموت ترنموا يا سكان الطراب لأن طلوا كالطل اللي هو المطر بتاع ربنا اللي هو إسم ربنا أو اللي هو الامتلاء بالروح القدس طلوا أعشاب يعني الميا اللي جاي من فوق ده بتاعتك أنت إنما الأرض دي بتلم الأخيلة بتلم كل كل الخيالات وكل الناس اللي عاشوا في الخطية هل أمو يا شعبي أدخل مخادعك خلاصة الكلام عشان نوصل للسلام يلا ندخل مخادعنا نفس الوصية اللي اسمعناها لحد اللي فات متى صليت أدخل مخدعك واغلق بابك وصل لأبوك واشبع بابوك فهل أمو يا شعبي أدخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك أتالي المسيح ما قالش الأول مرة المعنى ده ده الروح القدس قاله قبل كده اختبئ نحو لحيظة تصوروا يا جماعة كل لحظة بتقول فيها يا رب يسوع أو تغمض عينك وتفصل عن الدنيا أو تغفل على نفسك دقايق في مكتبك نحو لحيظة بتفرق يعني ربنا مستماعوا إلى حاجة ده ربنا طلباته بسيطة اختبئ نحو لحيظة افصل شوية عن الدنيا حتى يعبر الغضب بيبقى جواك شحنة غضب والشطان عمال يسخن بس وقف ده كله بصلاة يسوع بس دخل وقفل شوية وهده خمس دقايق هو زى الرب يخرج من مكانه ليعاقب اسم سكان الأرض فيهم فتكشف الأرض دماغها ولا تغطي قتلها فيما بعد يعني حاسب حاسب لا تكون زيك زي غيرك تبقى من قتلى الشطان في الآخر اللي الأرض هتكشف أن كل الناس دي معاشات اللي عاشوا بس هم أولاد ربنا اللي عاشوا على اسم ربنا لإلهنا كل مجد وكرام الأبدا شكرا شكرا